أرادكم مع موجز الأهم وآخر لنباء بصحبة زملتنا هالا الحملاء تفضل يا هالا شكرا مصطفى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم فكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الطرق الجديدة والمحاوري والكباري التي يتم العمل على إنشائها تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الرئيس السيسي لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها محور المستشار عبد المجيد محمود وتابع الرئيس السيسي كذلك أعمال تنفيذ كبري طه حسين وأشهد الرئيس السيسي بهذا العمل العظيم والكبير وبمجموعة المحاور الكبيرة التي تعمل على تحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة المرور مؤكدا أن إطلاق اسم الدكتورة حسين على الكبري يأتي تقديرا لقامات مصر وعظمائها يستقبل اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مدينة سانت بيترزبرغ لبحث بنود المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية وكان الوفد قد التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أمس في كييف وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي عقب المباحثات أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبها حيث يشعر المواطن الأفريقي بتأثر حياته اليومية سلبا جرى افتقاره إلى احتياجات أساسية وأشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي كلفه بالمشاركة في إطار دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة نظرا لما خلفه الصراع العسكري من فقد للأرواح سواء بين العسكريين أو المدنيين وتدمير واسع النطاق أدى إلى نزوح الملايين من المدنيين وإهدار مقدرات الشعوب قدمت الولايات المتحدة مائتين وخمسة ملايين دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب أوكرانيا كجزء من دعمها للمتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية وتشمل المساعدات مجالات الغذاء ومياه الشرب المأمونة وخدمات الحماية والتعليم وسبل العيش والمساعدة القانونية والمأوى الذي يمكن الوصول إليه ورعاية الصحية من خلال الشركاء الدوليين وغير الحكوميين في المنطقة قال قادة بالجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية تتقدم في القطاعات الجنوبية في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية من جانبها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الأوكرانية تشارك في تحركات نشطة للتقدم على اتجاهات عدة في وقت واحد مشيرة إلى أن وحدات الجيش الأوكراني حققت نجاحات تكتيكية في جميع القطاعات التي تهاجم فيها وأوضحت أن الجنود تقدموا بشكل تدريجي لمسافة تصل إلى كيلومترين في كل اتجاه أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي دعمها للمباحثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي واعتبرت أن ما قامت به لجنة 6 زائد 6 المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة أولى الخطوات المهمة التي تماهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما حثت قيادة الجيش مجلس النواب والدولة على الإسراء في تشكيل حكومة تقنقرات جديدة وموحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا مطالبة بعثة الأمم المتحدة دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بدأت اجتماعا مهما لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد للتعامل مع الوضع الدولي المتغير وذلك بحضور الزعيم كيم جونج أون وأوضحت الوكالة أنه من المرجح أن يستمر الاجتماع الذي يعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام ومن المتوقع أن يستعرض أيضا المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجلية فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي تحت عنوان الدين والمجتمع بمشاركة 17 دولة من الاتحاد الأوروبي وروسيا والمنطقة العربية وأكد رئيس الطائفة الإنجلية القس أندري زاكي السعي إلى تعزيز فرص الحوار الفعال بين المنطقة العربية وأوروبا هذا وأوسط الجلسة الختامية للمؤتمر بإتاحة المزيد من المساحات المشتركة بين الدول الأعضاء كما دعا المشاركون إلى إلقاء الضوء على قضايا البيئة والمناخ والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع الإعلام وتحديات العمل الإهلي والخصوصيات الثقافية انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل